المنتوجات تونسي المنتوجات بلادي وما يعجبني شيء المنتوجة تونسي ما عنيش منتوج تونسي بيه كلها تستورد من بره وتلبس من بره أنا لبسي كلها متاع تونس مش متاع البره خطر السين مضروبة يجيبونا في حاجات حتى ربويتك حتى في دارك تقام مضروبة حاجة تونس معناها مايش حاجة صحيحة تشريها فيسة متقطع فيسة حاجة البره يعني حاجة باهية باهية فما اللي يقدر على المنتوجات الأوروبية وفما اللي يقدر عليها كان يعنده الفلوس اللي يقدر على المنتوجات متوسطة التونسية يكون يامن عائلة متوسطة يامن ناس زوالي فنته أنا يسرا نشجع للمنتوج التونسي متاعنا على خطر ما شاء الله قاعدين ننجو قاعدين تباركالله ما شجعش بكل المنتوج اللي يدخل من باره الاجنبية دي مخير من التونسي والبرية تونسي السوم غالي برشا والكاليتين حتى شيء فاركنتر الاجنبية تقاليتين والبرية ريزونا بالعالخر دي ما احنا نميلوا لحاجة البرية خطرها تبدأ حاجة لوكس معناتها تشدك تقول معناتها تتون عليها حاجة غالية شوية وتبقى معاك خير من اللي تخوه حاجة من عرش نتيفها بشوية فلوس وما تبقاش معاك من با معناتها حتى فيتمو تبدأ سلعة ما هيش باية نجيبه من برا ونبيعه بالغالي اللي هي نور مال مال يبيعونا برخيص وأصلا في تونس ماناش قاعدين نسوقوا لبرا نحنا قاعدين كان نستوردوا ونور مال مال يجا الأعمال يحلوا مشاريع في تونس طي يولوا الدول الأخرى تستورد من عنا المنتوج الأجنب يخير من المنتوج التونسي ببارشة ديجا كما يقولوا يخدموا بذامي كل شاي فيهم به ودجا في تونس والت برشة غشة والت معناه الأسعار يسر غالية بارابور بالكاليتي يسر معناها تمشي تخسر والجين مثلا ولا حاجة تقياها منتوج تركي طبيعي باش يلقيها أول حاجة أرخص ومنتوج خير وتمشي انت البومنديل ولا تمشي السبغين تقيا حاجة معناها تقياه في برشكا ولا تقياه في كذا مثلا بسابعين بثمانين غادي كينا نظل نقولك بمئة وخمسة اللي هي كاليتي خيرة معناه ثم رجال العمال وثم السياسين ماذا بيهم تصير يعني المنتوجات من بره باش يخلوا فراغ لك رجال العمال باش هما يتمتعوا في البلاد ويجيبوا كل المنتوجات من بره برشة بلايس معناها كانت تصنع وكانت تعرف في حاجات بيه ما عاش بسيك نسكروا لأنك تسحت الأسواق الخارجية الأخرى وقعد دمرنا في اقتصادنا ومنتوجاتنا وهذا من شأنه يخلي المواطن التورسي ديما مسكين يجري وما يرقى شيء يجري يجري في الفراغ وراسه راب وراها دخول المنتوجات هذيه هما اللي عرفت السياسيين هما ماذا بينا احنا عرفتي معاش نتعامل اخترصام ناس مياه لكن معاش نتعامل المنتوجات التونسية مش ناس كلتنا جم تقدر عليها المنتوجات اللي من بره ماركات متعنا غالية هذك عليها ويجيبهم دباش من الخارج يبيو في برخيص هذك عليها هذك عليها هذك عليها بمائتين تلاثمائة تالب يجيبهم برخيص المنتوج الاجنبي ماذا بينا ميدخلش للتونس ماذا غالب بذوره في حكمة هكا كل احد يقول خامك كيف يصور الفلوس دونك يخلي المنتوج متعنا ويجيبهم من الخارج وبالعملة الصعبة هذك عليها نعيطوا ماذا غالب بذوره والحمده الله وكو كل كلية هذه سلعة ثلاثم شواء ناخو من البره خير هي يفو ميو لكاليته من البره يفو ميو مانا نشاجعو على حاجة تونسية قول ناخو ماركة فرنساوية أنا بدأ متأكدة لها 100% بيو حاجة تنفعني أكثر من اللي تذرني وقت اللي يمشي ناخو حاجة من الاسويق ولا من ماركة اللي هنا معروفة تخدم مع الناس المعروفين بالكده ويمشي لها مواطن عادي عادي تخرج له معناها الشواء معناها الخايب مش الحاجة الوريجينال مش الحاجة اللي يحب المواطن مش كما انستاغراميز ولا معروف يعطي حاجة بيه ويقدموا حاجة بيه كما مواطن تونسية عادي مش مش مشهور عنا المعامل هنا وعبة بطالة طاق الحيط يفطر متعشع شباب زايعوه اللي يخدموا في المنتوج التونسي قاعدين مشيين بالتوائلي وبلاد كاملة قاعدة تمشي بالتوائلي واللي هيدا يجبنا نشجعوا المنتوج التونسي ونشجعوا بلادنا ونشجعوا للشباب بتاعنا